دعا نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الاعتمان الإشرافيين في البنك للتعريف عن استراتيجيته في مركز الاعتمان لتدريب وتضمى الاستراتيجية عدة أهداف من ضمنها خلق بيئة عمل جاذبة وفاعلة هذا وأخبار انتصاد متفرقة في سياق هذا التقرير دعا نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الاعتمان صلاح المضف الإشرافيين في البنك للتعريف عن استراتيجية بنك الاعتمام للعام 2020-2025 تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء وذكرت المتحدث الرسمي باسم البنك حباري الخشتي أن استراتيجية البنك ارتكزت على عدة أهداف من ضمنها خلق بيئة عمل جاذبة وفعالة وتحقيق الرضا للعملاء والتحول الرقمي وتحقيق الاستدامة